مرحبا بكم معنا في دبارتنا لليومة اليومة مبعثنا بش نعملوا كيكة كل يوم كيكة اسفنجية اخفيفة اهشوشة بنينة تعمل ستة وستين كيف القوتيم تعلوليد القهوة الصباح الكويس هكاتي للقعيدة حاجة بالحق اخفيفة سهيلة وبنينة وتنجموا تطلعوا لها في نيفو وتزيدوا هكا زينوها من الفوق بصوص شوكولات تجيكم روعة اكثر واكثر اللي حاجته بالوصفة بالبنة يقعد معي للاخر وما تنسيوش تشتركوا في القناة للكيكة متاعنا نحتاج المكونات هذو ما سكر فالينا حليب زبدة زيت كاكاو ببيض سكر فانيليا رشة ملح وإلا النجم نحطو برشة قارس نحطو البيض متاعنا كامل نحطو عليه السكر متاعنا ونحطو سكر فانية ورشة ملح ونركضوهم بعضهم حتى لين يبيضوا بالجداء بالجداء وتدخل فيهم كمية معتبرة من هواء توبش نبديو نضيفو المكونات متاعنا لاخرين نبديو بالزيت نحطو معاها الزبدة لهني المكونات كلتا نحطهم كون في صندوق الوصف بالجرامات وبالكيسان نحطو الفيرينة والفيرينة نحطو عليها باكو خميرة الجدو نخلطوه خميرة الجدو والفيرينة وحدهم وبعد حتى هما نضيفوهم تدريجيا على الخليط متاعنا ما ننساوش لحليب متاعنا حسيلوا المكونات كل نضيفوهم بشوية بشوية ونقعدو ديما نركضو بالبتر إلكتريك وإلا بيدينا المهم نقعدو ديما نركضو بش هكيكا متفقدش البيث كمية هواء كبيرة ودينة بعد منفوشة وهشوش وهذا هو الخليط اللي احنا نتحصلو عليه كيفين هكا قويم يكون شوية مرخوف تولي هنا الخليط متاعنا بش نقسموه على زوز لو كانت تحبو تحطو كاكاو وفاني لو كان متحبوش تنجمو تخليو فاني كاو وإلا كاكاو أكاو المهم ناخذو اي شكل احنا نحبو عليه لهنه اخذيت الشكل عادي انتعى الكيك العادية وحطيت تبقى فانيليا تبقى شوكولات تبقى فانيليا تبقى شوكولات لهنه كتضيفو الشوكولاتة لو كان الكيك خسر القوي ما متاعو وتنجمو تخففوه بشوية احليب ونقعدو هكيكا نضيفو بالتبقى بالتبقى وبعد في الاخر بكل نزينوهم هكا شوية منفوق بالكوردان واللبسكينة اي حاجة المهم تعملو الشكل اللي تحبو اعليه انتوما يجيكم كيف ما هكا مزيين تول هنا الكمية اللي قاعدت لي خاطر جيتني ما شاء الله كمية كبيرة حبيت نحطهم في هذوما المولان سيليكون هذوما على شكل نجوم تنجمو انتوما تحطوه لكل فرد قالب كيما تحبو زيدا كيف كيف حاطينيهم طبقى بطبقى حتى اللي انكملت الكمية اللي عندي الكوليكا وزيدا كيف كيف زي انتم هكا شوية منفوق وشوفوا ما شاء الله الكمية اللي عملناها قديش خرجتنا هذوما نحطهم في فرن يسخن فوق لوتا على ماكسيموم 180 درجة حتى اللي اندخلوا فيهم كوردان ولا حاجة ويخرج شيح وقتا نعفو لهما سيبان تاوليست شوكولاتنا ناخذوا شوكولاتة نحطوا عليها شوية زبدة نحطوا عليها شوية زيد وهذوما نذوبوهم بالجدي بالجدي لاني اخترت نعمل انجوم هذوما حتيتهم الفوق شوية سكر محور اكهو خليتهم سامبل على الاخر ووجيت فيهم بنا بالحق روعة لا يعلى عليها ولهنا حبيتك نعمل شوية تزينة فصحة نمتاعي بعد ما كملت حتيت هكا شوية سكر محور على الجنب وسورتها كقلب صغير تاولي هنا ناخذوا الكيكة متاعنا نحطوها على المشبك كيما هذيكا ولا اي حاجة المهم باش كي نصبوا من فوق السوس شوكولات متاعنا اه حاجة تلمنا ملوطة باش ما تبداش نبلبسة الدنيا معناتها هنا حتيت السوس شوكولات متاعي بشوية بشوية قاعدت هكا كل مرة نستنى شوية باش القاتون متاعي تشرب شوية مك السوس مش الكل اينا نصبوا هي تهبط لي هذيك عليش بشوية بشوية قاعدت نصب في السوس متاعي في الحالتين جيتني روعة بالسكر محور وإلا بالسوس شوكولات بنينة 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 ننصحكم بالوصفة تجربوها ما كومش بش تندموا بالعكس بش تعتمدوها وتولي اسهل كيك تعملوها وما تبقى لي كي نتقول لكم شاء الله نتقابلوا في وصفة اخرى ودبارة اخرى وانتم ما تكونوا ديما بألف صحة وخير وعافية وبي باي